والآن ننتقل إلى واشنطن لنقل وقاع المؤتمر الصحفي لرئيس مجلس الإحطاطي الفيدرالي الأمريكي حتى يكون هناك تقليص لأتدخم إلى 2% وحتى تبقى تطلعاتنا أقدر إلى الاستجابة وإعادة الأسعار إلى مستوى مقبول سيكون هدفنا في المدى البعيد السجلات القياسية التي تحققت في الأسعار يجب أن يتعطى معها وحتى أختم نحن أفهم أن إجراءاتنا تؤثر على الشركات والأسر والعائلات وكل شيء نفعله يهدف إلى مساعدة المواطنين وحتى نبسط الاستقرار في الأسعار شكرا جزيلا ويمكن أن نتلقى أسئلتكم كيف يمكن أن يتعطى المواطنين؟ الفائدة يمكن أن يتواصل نريد أن نرجع تدخم إلى 2% وفعلنا ذلك في العام الماضي تركيزنا سيكون على الأمد القريب ونحن نقدر أننا سنقيد السياسة النقدية سنقيد السياسة النقدية اشتركوا في القناة